السلام عليكم جيتكم من اليوم فيديو جديد فيديو جديد فيديو جديد الأنواع ممكن أن أخذهم الوليدات للمدرسة يجب عليهم مدرسة بصراحة ببنائي بزيار هنا بالنسبة لكيك بجوز بهم بجوز الأنواع وحامض والكوك هذه التي ترى معي الصورة وحامضة بشوكولاتي لسيطاتي بزيارة تدريغ اليسر بزيارة قبل أن تتمكنون بصراحة بشكل كبير لكي أداء قبل أن تتجربوه المفيد فيديو جديد اول مرة تشاهد اشترك معي في القناة و ادرجى النقر للقناة اي قنا采ي فيديو جديد و ن огром الاشتراك build to a tank اعدا اني رى شوكلات faz off اذا كنتم تغيسي و تريدون مكهة بطريقة تحضر لكم معي تشاهدون طريقة بسيطة و سهلة و تتخذر بصورة و تطلب بثافة الوقت بالنسبة للبنات اقوم بكم على الفيديو الذي طلبتوا مني في التعليق سوف ندرون لكم كاملين وبنسبة للبنات التي تضعوني بثافة الأسئلة سوف ندرون لكم فيديو 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 اي اسئلة سوف ندرون لكم فيديو ان شاء الله خاص فيه سوف ندرون بطريقة تحضر بالنسبة للبنات اول شي انا احضره لكابكيك الحامض نصف كأس الحلب نصف كأس سكر سنيدة و نصف كأس زيت نباتية نصف كأس من كل شيء زيت نباتية و سكر سنيدة و نصف كأس العنباء خميرة كميائية أو خميرة بوزن ثمانية بيضة واحدة بيضة واحدة قبزة ميل ضروري قبزة ميل اي كاك كأس و نصف فرس او الدقيق الأبيض ثلاث ملاعق ملاعق كوك قمت بيضة تحضر من القشرة و قمت بيضة قمت بيضة كم تحضر حمضة من الأحسن أن تدري الحمض الأخضر فهو تتعلقه في الكيك و قمت بيضة من الملح اول شي دعوة بيضة نصف كأس سكر سنيدة و نسك أسدية الزيت و نسك أسدية الحليب و قبزة ملح و أنا تنخلط تدريجيا مع تحريك المستمر و ضفت 3 ملاعقة الكوك و ضفت قشرة الحامض و عسرة الحامضة يعني حامضة من تفستات الحجم و أنا تنخلط البنت و أنا تنظيف و ضفتها كالدقيق الأبيض والخمارة تديروا جميع المكونات البنت اللي وريدكم و انتم ما تتخلطوا بالخلط الكهربائي بالنسبة لي عندش خلط الكهربائي ممكن تدير في الباطور في المولينكس لأن المستمرت ماشية لدي الكهربائي الوقت فيها قوام ليس تأتي و حقا يتأتي الكهربائي و ضعت بغرض قوالي ونستعر بالنسبة لي من سخين من قبل و تشكرون أي كهربائي و تحكين الفران يكون من سخون و تتأتيش من ماء ماء العمل من لا يطبقون الوقت عندما تتخلط الكهربائي يجب ان يتضيفون هذا الشكل بالنسبة للزين او او تباكد او نباج بسيطة جدا لان خلوا من خلال الحامد يعني او تباكد خلال حيانا و او تباكد مزينة مزينة بسيطة جدا وسوف نحلها معكم بالنسبة ل القوليب او تباكد هكذا كارتون اضعوا هذا كارتون او تباكد فهذا لم تحتاجه اصلا احتل قلب الكابكيك تديره منيشا في الفرن كيف تشاهدون البنات حليتها معكم تشاهدوا شكلها فيها تجيب حل مادلين يجب أن يكون بنيا وخفيفة وشيشة وكيف ما قلت لكم يجب أن يتحضروا وصفات بسرعة وليس يتلبوش بثاف الوقت ولكن كذلك نحط لكم وصفات للأطفال مثلا بسكويت كيف تشاهدون بسكويت والانواع الكابكيك يعني ايش حاجة اللي يدوها معهم مدراسة لا تنسوش كذلك سؤالي طرحت لكم في الأول اللي بغت تعرف عليه شي حاجة ماليا ان شاء الله نجمع جميع الأسئلة واندرككم في الفيديو القادم ان شاء الله سوف يدبر بنات ندوز الكابكيك الثاني نضع ثلاثة حبات البيض واندرك كذلك ياغورت انا درتنا ياغورت فواكب بالمشماش ممكن ان تفضلوا أي ياغورت واندك ان تفضلوها فقط تغيير الكأس الياغورت وانده مع البيض لنضع كأس سنيدة بنفس الكأس الياغورت درتنا كأس الحليب كأس الياغورت كأس من الزيت النباتية كأس الياغورت يعني سنعبر كلهم بهذا الكأس الياغورت كذلك قبزة ملحة تضروري منه سنأخذ الباطق ونحاول ان ينطربهم كامل مزيان ثلاثة كأس ونصف ثلاثة كأس ونصف ثلاثة كأس ونصف ثلاثة كأس الياغورت وكذلك اضفت خمارة مكونات البنات بساطين وسهلين ومتواجدين اكثر في اي بيت ثلاثة البنات اخذي قلب الكابكيك اخذي قاوليك كما ترونه من احسن كيف مقود لكم اذا كانوا لديكم هذا اذا كانوا الكارتون القاسحي فقط غيرهم في الفران تجربوا بشيئ ثلاثة البنات ثلاثة البنات ثلاثة سنتيم او سنتيم ونصف ثلاثة بما يطلقوا ثلاثة البنات ثلاثة سنتيم ثلاثة بشوكولات نحب كأس اجبال الحليب يمكنك اي شوكولاتة اي شوكولاتة تستخدموا فترقوا من الداخل تبقى اختياري هنا تبقى بشوكولاتة بشوكولاتة أو شوكولاتة دير كوكيز تبقى اختياري ممكن تبقى باللوز ممكن بالكوكوكو ممكن بعض الأشياء تبقى اختياري تبقى بشوكولاتة 20 دقيقة في الطيب يجبون بشكل اختياري ونساق إختياري مهم اختياري عمل اختياري المنحن كنت يحب ونساق اشتركوا معي في الخاص يتجربوا نمرة هي وكذلك يتجربوا معي في انستغرام او هنا في التعليق سنشكركم بزاف بزاف وشكرا لكم وكذلك لا تنسوا تجربوهم وعادية يعجبوكم بزاف وتجربوا الوصفة للي قبل ولي اول مرة تشاهد الفيديو لا تنسوا مشي تشوف الفيديو هاتلي قبل انا مأكد انها تستافد ان شاء الله من عدة وصفات او افكار سوف البناتكويف موقت لكم بيت اي وصفة او اي حاجة نحضر معكم ماليكم الى تخليوا لي في التعليق هنا كيفما تشوفو عادي نحل معكم وحدا تشوفو الشكل ديالها من الداخل كيفاش تيجي هنحلها معكم شوفوها من الداخل فما بنتيجو يعني يعطي نوحد اللون ذهبي اللي زوين كيفما اخذ لكم في 20 دقيقة تيكون طابوين تيجي في مدلوين هذا من تحت ومن فوق كيفما تشوفو عاديك شوكولاتة فراحة انا فضلت اتبال حقاش ما تشويش تكون دايبة يعني بيروا اي شوكولاتة يعني انتم تفضلوها كيفما تشوفو معي تجيه شيشة وتجيه غطبة وتجيبات الشكلة ذا نتمنى انتنا الاججاب ديركم وتجربوها خليكم مع بعض الصور انتقوا ان شاء الله في فيديو جديدة شكرا لكم بزاف مع السلامة وشكرا اعتقدتكم اني اعتقدتكم في الخناة بابعليكم سلامة شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر